من مقر العقاد احتفالية الإساسكو ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بابرز أهلا بك كريم وضعنا في تفاصيل الصورة لديك والمبادرة التي تقدمت بها الدولة المصرية عام للشباب في العالم الإسلامي ودعم المبتكرين والموهوبين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل أنا الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بدأنا اليوم جولتنا مع الدكتور مصطفى مطبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه لمؤتمر الإساسكو 2023 ولكن هذا المؤتمر هو محاكاة لمجلس الإساسكو بشكل عام عن طريق ممثلين شباب عن جميع الدول المشاركة في الإساسكو وهم 54 دولة يشاركون في الإساسكو أيضا هذا المؤتمر اليوم لم يشمل فقط مشاركة الشباب ولكن أيضا تكريم الشباب الأوائل في مختلف الكليات وتحديدا الشباب الوافد من الدول المشاركة في الإساسكو مثل طبع دول عربية ودول أسيوية وأيضا متابعة من بعض الدول في أمريكا اللاتينية وأيضا الدول الأفريقية الأخرى هنا في أو المؤثرين الدول الأفريقية سواء في من يدرسون الماجستير أو حتى من يدرسون الدراسات العليا أو حتى من يدرسون الكليات المعروفة مثل كليات الطب البشري والكليات المتنوعة في الجامعات المصرية تم تكريمهم اليوم بالفعل بالإضافة لذلك تم أخذ بأرائهم وأراء الممثلين في هذا المجلس مجلس المحاكاة لإطلاق بعض المبادرات الخاصة بتأهيل الشباب للقيادة القيادة تأهيل الشباب للقيادة بشكل عام في جميع المجالات بناء الشخصية القيادية للدول الإسلامية أو شباب الدول الإسلامية ومن يشاركهم في هذه المنظمة عن طريق برامج تدريبية مختلفة برنامج منهم خاص بتأهيل الشباب المهنيين وبالفعل العمل عليه بالإضافة لذلك برنامج آخر لتدريب الشباب على الأمن والسلامة عدة برامج تم إطلاقها بالفعل من قبل تم تدريب أكثر من خمسين شابا لبرنامج الأمن والسلامة أكثر من ألفين شاب تم تدريبهم بالفعل لبرنامج المهنيين الشباب وأيضا المبادرة التي أطلقها اليوم الدكتور مصفى مدبولي برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذه المبادرة أيضا ضمن جزء كبير من اهتمام الدولة المصرية بالشباب ولكن لا تقتصر هذه المرة على الشباب المصري ولكن أيضا الشباب العربي والشباب الإسلامي وأيضا الشباب العالمي بشكل عام وأيضا تم عرض جزء كبير من المختطفات من منتدى شباب العالم بالإضافة لذلك تبع هذه نعم كريم من وقائع مؤتمر الإسسكو إلى الجولة التفاقدية التي قم بها رئيس مجلس الوزراء اليوم والتي استهلها بالمنطقة المركزية أو بحي الأعمال المركزي بشكل أساسي يعني تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الزيارة والوقفات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نعم تبع الانتهاء من مؤتمر المحكاة الخاص بيئة الإسسكو للشباب 2023 جولة خاصة لرئيس مجلس الوزراء تحدث خلال هذه الجولة معنا عن أهم النقاط وأهم الأبرز النقاط التي مررنا بها اليومينها بالطبع عاصمة المال أو منطقة المال والأعمال هذه المنطقة التي تضم عشرين برجا منهم البرج الأيقوني بالفعل تم المروع على عدد من الأبراج وتم الدخول داخل هذه الأبراج للتأكد من مدى جهزيتها لبدء العمل بها هناك بعض الأبراج التي انتهت بالفعل هناك من على وشك الانتهاء كانت هذه المنطقة تم تقسيم منطقة الأبراج ومنطقة عاصمة المال والأعمال إلى عدد من الأبراج كل برج يخص هيئة معينة أو يخص تخصص معين في ما تعلق بالتخصصات المختلفة بإدارة المال والأعمال تبع هذه المنطقة بعد أن أشاد بها الدكتور مصطفى مدبولي على أهميتها خلال الفترة المقبلة زيارة عدد من الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي بدأ بالفعل جزء منها باستقبال بالطبع منهم تقدموا بالحجز لهذه الوحدات السكنية وبالطبع أيضا لتوفير الخدمات المختلفة لمن تقدموا بالحجز لهذه الوحدات السكنية تم افتتاح اليوم مكتب بريد داخل منطقة أحد الأحياء السكنية هذا الحي السكني والحي المختلط كما يطلق عليه تم افتتاح مكتب ليه البريد تم افتاح أيضا مكتب ليه الأحوال المدنية لاستخراج البطاقات بطاقات الرقم القومي شهادات الميلاد ترجمة شهادات الميلاد والترجمة المختلفة الخاصة التي يتم تقديمها للجهات الرسمية تم المرور أيضا على الحي الأخرى وحي جاردن سيتي هذا الحي أيضا تم التأكد من جهزياته لاستقبال السكان ومستعدون لحجز الوحدات السكانية وكما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي في كلماته منذ قليل تحدث أيضا عن أن بعض المواطنين بالفعل استلموا الوحدات السكانية التي مقامة على أعلى مستوى أيضا البنية التحتية داخل هذه الأماكن حسبما رصدنا تم على أعلى مستوى أيضا رصدنا وجود ممرات خاصة للأمطار للتعامل في بنية تحتية خصيصا للتعامل مع التغيرات المناخية المختلفة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة كلمة بيبرز مراسل التلزيون المصري من العاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك